طيب عايز تعرفنا عليهم يعني برضو من حقك يعني يعني الناس دي مبدئيا أنا كنت لأسف توقفت عن الغنى شوية ورجعت ناس دي حبيبتني أن أنا أغني لايف تاني هم الأسادزة معاطي وأحمد الأرتست الإقاعات زياد ياسر وياسر صديقنا وين ياسر في الـ بس هو واحد اسمه زياد ياسر زياد ياسر يعني الأربعة وفي صديق لنا كمان مش معانا نهارده وأحمد مجدي ناس دي حبيبتني أن أنا أقف على المسرح تاني هم وجودهم مهمة ومشرفين أنت غنيت لعمر دلوقتي وبرسعيد والصدفة أنت شايف أنه جيل عمر محظوظ عن جيلك؟ لاحق الإنتاج لاحق الإنتاج بس أنت في السوشيال ميديا وفي الإنترنت وفي الانفتاح والفانز اللي بالملايين واللايكات اللي بالملايين اللايكات دي بفلوس اللايكات دي مش ببلاش بس في فانز برور لايكات فكرة زمان حضرتك لما كنا بنمشي على كبر اكتوبر البوسترات الكبيرة بتاعت الألبومات دي معديتش موجودة بس بدل فلوسها بيتدفع بفلوسها سبونسور على السوشيال ميديا يعني لو رجع الزمن ترجع تغني في الزمن بتاع عمر دي أتمنى أنا وحيشني قوي لشريت البلاستيك وحيشني أنك تسمعي الألبوم على بعضه 12 غنوة حدوطة لها بداية وسط ونهاية حدوطة البلاستيك كان حيديك يعني كان حيدي للناس جرعة مني حالة أحسن منك تغني لايف على الفيسبوك أو على اليوتيوب أو مش حاسس في النهاية اللي بيسمعك وهو بالبيجامة وأنت قاعد لايف قدامه غير اللي اشترى شريت وسمعه وراح معاه وراح جاي لك الحفلة الزمان حقيقي متعة أنا بحب الألبوم أكتر من السينجلز بس للأسف ما ينفعش الوقت يتقدم ألبوم يعني اللهم إلا مثلا مادام أنغام هي اللي لسه بتعمل ألبومات مادام أصالها هي اللي بتعمل ألبومات إنما فكرة أنه الألبوم أنك تقدم للناس خلاصة زوءك في 12 غنوة بتعرف تقدم وتفن أكتر ما هي غنوة طب لو أنت بتكلم منتج من المنتجين دلوقتي هو بيشوفنا يعني المنتج دلوقتي خلاص حكف وقال لك تمام ده الناس بتسمع على طول يعني زي ما أنت قلت الفانز قاعدين بالبيجامات بيسمعوا المطرب فما بقاش فيه حكاية الشريت لو أنت دلوقتي من جيل تاني أنت من جيل الإقاع السريع والحياة السريع لكن أنت تحب أن لو منتج قال لك يلا نرجع نعمل سي دي والشريت تحب ده أتمنى جدا أتمنى وأتمنى كمان أنه المبنى العظيم اللي احنا فيه ده كان زمان أكبر جهة إنتاج مصبيرو كان هي الإزاع المصرية كانت جهة الإنتاج عفلات أضواء المدينة وليالي التلفزيون كانت هي جهة الإنتاج اللي بتخلي الناس تشوف المغنيين ما نضطرش نروح التالنت شو بره ما نضطرش أن احنا كل مطرب دلوقتي بيشتغل بإمكانياته وبينتج لنفسه بس إحنا قادرين أن نساعدك وأنت تيجي دراني وإحنا قادرين على ده أنا أول ما تقلي ما أعتقدش أنه لسه يعني هذا المبنى أو المتحدة للخدمات الأعلانية يعني أكيد أنا عايزة في برامج لإكتشاف المواهب كبيرة أنا كتبت قريب أن المتحدة حقيقي والله العظيم ودي مش مجاملة ولا أي حاجة بقت بتقدم محتوى غنائي ظريف يعني كويس جدا في سيزن واحد أنت بتتفرجي ممكن أقول أساني البرامج بتاعتنا بتاعت المتحدة آه طبعا صاحبة السعادة وصهرانين وأنغام في أسبوع واحد بتقدم لناس وجبة مزيكة حلوة قوي ناقصنا الحفلة ناقصنا الحفلات والدوم طبعا